السلام عليكم كدرتوا لبساليكم كنت منكم تكونوا بأحسن أحوان شاء الله وبصحة جيدة اليوموف إطار وصفات فصل الصيف ومعاهد الحرارة يجبت لكم واحد القلاس بواحد المكون لسحري وميطحش لكم على البل أنكم تديروه به قلاس سهل وبسيط وبمكونات اللي في المتناول الجامعة بقوا معي تشوفوا المقادر والطريقة أما الماداق جربوا وحكموا وأول حاجة نعمل بها هو الحليب بودرة هنا في مقيلة ولا نر مهيلة سنأخذ الحليب بودرة ونقع نحمره بهذه الطريقة حتى يأخذ يدك اللون الدهبي ونوضعه جانبا نخليه برد هنا ضروري لعافية تكون مهيلة باش ما تحرق معنا الحليب بودرة وما نحيدوش يدينا على تحرك في بول كنأخذ زبدة الفول السوداني او الزبدة بنابارر اللي هي زبدة كوكا واللي قابلة للدهن وكنضيف عليها الحليب المركز المحلة نخلطهم جيد حتى الجنسية المكونات ومباشرة نضيف عليها بودرة الحليب اللي كنا نحمرنا هنا ضروري بودرة الحليب ما تكون بردة ما نحطوهش على المكونات وهي سخونة حيث لاحطينا فوق منها الكريمة غادي تخسرنا القوام ديال القلاس ديالنا لذا ضروري نوجدوه واللون ونخليوه برد ونخلطهم جيد حتى الجنسية المكونات في بول آخر كنناخدو الكريمة السائلة او الكريمة فخيش وكنضيف عليها القليل من الفانيلا لاحطوه هنا مدرش سكر حيث عندنا ديجا الحليب المركز المحلة والمكونات اللي عندي فقط ونضيف الفانيلا ونطلع الكريمة ديالنا هنا الكريمة ديالنا تكون مموطي ما تكون مموطي ما نوقفوش الكريمة بزاف حنا ما بغيش نبوشي واحنا بغي نخلطوها باش جينا يكون بواحد القوام اللي كريمة ما يكونش قوام اللي واقف بزاف فلا كنكمل على هاد المينوال هادا وكنضيفها مباشرة على الخليط ديالنا اللول ونخلط الكل مزيان حتى الجنسية مرة اخرى المكونات كلها وكنضيف عليها الشوكولاتة بنسبة الشوكولاتة اي نوع توفرت عندكم من الشوكولاتة سواء شوكولاتة كوكيز او شوكولاتة اللي بزبدة الفول السوداني لتوفرت من طبيعة الحال سوف نخلط الكل مزيان بها الطريقة هادي وكننكون هنا وجدت القلب ديالنا اللي بعد ما اغطيته بلاستيك او اي بوطة عندكم ولا قالب كان عندكم ديال بلاستيك والسيليكون كيفما كان عندكم القلب تقدروا تخدمو به اي مول عندكم تخدمو به كنوضاع في الكريمة ديالنا وكنعود نغطيها بالبلاستيك وكندخلها للتلاجة اللي هي الفريغو ماشي تلاجة عادية كندخلوا للتلاجة لمدة ليلة كاملة ضروري يكون ليلة كاملة باش يتجمد معانا الجلاس ويعطينا القوام اللي بغينا فلا من بعد ما كي تجمد معانا الجلاس كنحيدو كندمو لهم المول ديالنا وكنزينو كيفما بغيتو انا هنزينو بالشوكولاتة والكرامل انتو ما زينو بالطريقة اللي بغيتو سوف ندير القليل استانغابيل ديال بلا ان فيها كاوكا من الداخل استانغابيل كنديرها كاوكا من هرماش او الفول السوداني مجروش وانتو ما كيبقى لكم تزينو الاختيار تبقى لكم تومع وهنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو اللي فعلا واحد القلاس من ارواع ما يكون وما نقول لكم بلدة جديدة بمدق جديد كنتمنى الوصفة دياليوم اتعجبكم وإلى عجباتكم علاش اللي ما تشاركوهش مع احبابكم واصحابكم دمتم في رعاية الله للملتقى ان شاء الله